لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن رامي جابر مرسل القيرات الإخبارية تحية لك رامي طبعا نتابع هذا الخبر وهذه الأخبار المتداولة حول هذه التهديدات التي تلقاها المرشحون والمعينون من قبل ترامب حصريا طبعا فوكس نيوز هي من نشرت هذه الأخبار هل هناك مزيد من التفاصيل أو معلومات أخرى يمكن أن نقرأها كمعلومات في بداية الأمر حول هذا الموضوع مرحبا ياسر بالفعل فوكس نيوز هي تقريبا المصدر الوحيد حتى الآن لمثل هذه الأخبار والمعلومات والتي استطلعت رأي كارولين ليفت المرشحة لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في إدارة ترامب المعلومات التي أوردتها فوكس نيوز تتحدث عن 12 شخصية من الشخصيات التي تم اختيارها ليكونوا أعضاء في فريق ترامب للإدارة المقبلة تلقوا تهديدات تراوحت ما بين وجود قنابل في منازلهم أو تهديدات بالضرب تهديدات تطالهم وتطال أفراد عائلتهم 12 شخصية ربما يعني الأسماء التي رشحت أو التي تأكد تلقيها تهديدات بالفعل وأبرز الأسماء هي بيت هيغ سيث المرشح لمنصب وزير الدفاع جون راتكليف المرشح لمنصب مدير CIA وكالة استخبارات الأمريكية المركزية لستفانيك المرشحة لمنصب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة بروك رولينز المرشحة لمنصب وزيرة الزراعة وليزلدن النائب في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك والمرشح لمنصب مدير إدارة حماية البيئة اثنان فقط من هؤلاء أو ثلاثة دعنا نقول من هؤلاء هم الذين تحدثوا عن هذه التهديدات بشكل تفصيلي على مواقع التواصل الاجتماعي وهم ليستفانيك وبروك رولينز وليزلدن كما ذكرت ياسر في الخبر أن ليستفانيك ذكرت أنها أثناء عودتها هي وزوجها وعائلتها من رحلة من واشنطن إلى مقطعة ساراتوجا في ولاية نيويورك أخبرت ولا نعلم على وجه التحديد ما هي الطريقة التي تم إخبارهم بها هل هي رسائل على الهاتف المحمول هل هي مكالمة هاتفية ولكنها بحسب الخبر هي أخبرت أنه بالفعل هناك قنبلة في منزلها أقامت بإختار السلطات فورا شرطة الكابيتل لأنها عضوة في الكونجرس الآن فشرطة الكابيتل هي المسؤولة عن حمايتها بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي توجهوا إلى منزلها وقاموا بتفتيش المنزل ولكنهم لم يعثروا على شيء نفس السيناريو تقريبا حصل مع لي زلدن المرشح لوكالة حماية البيئة والذي أخطر أيضا بأنه هناك قنبلة أمبوبية في منزله ولكن عندما أخبر قوات إنفاذ القانون الذين فتشوا المنزل لم يجدوا شيئا يعني المحصلة أن كل هذه التهديدات لم تسفر عن الحاق الأذى بأي شخص ولكن في النهاية كما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنه يأخذ هذه التهديدات على محمل الجد وأنه يتعامل معها بسرعة كما قالت أيضا كارول ليفت المرشحة لمنصب المتحدثة باسم البيت الأبيض والتي أشادت بقوات إنفاذ القانون ومكتب التحقيقات الفيدرالي وقالت إنهم بالفعل يتعاملون مع هذا الأمر بجدية وبسرعة وبانسيابية كافية حتى يؤمنوا هؤلاء الأشخاص الذين تلقوا التهديدات مشيرة أيضا ومؤكدة أن مثل هذه التهديدات لن تثني إدارة ترامب عن عملها وأن كل ما تركز عليه الإدارة في الوقت الحالي هي وحدة الشعب الأمريكي فوكس نيوز من ناحيتها وصفت التهديدات بأنها تهديدات خارجية غير أمريكية ولا أعلم في الحقيقة ما سبب هذا الوصف لأنه ليس هناك في هذه التهديدات أي جهة محددة هي التي أرسلت هذه التهديدات ليس من المعلوم حتى الآن حتى لقوات إنفاذ القانون والإف بي آي ما إذا كانت جهات خارجية أو جهات داخلية نعلم جيدا أن ترامب تعرض لمحاولتي اغتيال خلال هذا العام خلال الحملة الانتخابية في يوليو وفي سبتمبر إحدهما تلك الشهيرة التي أصيب فيها في أذنه ولكنها كانت محاولات من أشخاص يعملون بشكل منفرد وهم أمريكيون وليسوا من جهات خارجية لذلك يعني لا أعلم في الحقيقة هل هو توظيف سياسي للمسألة أن هناك جهات خارجية تستهدف ترامب بناء على بعض التهديدات التي قيل إنها تهديدات إيرانية من جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق خلال الحملات الانتخابية سواء ضد ترامب أو ضد حملة بايدن ومحاولات القرصنة وما إلى ذلك يعني حتى الآن ليس من الواضح ولم تحدد جهات إنفاذ القانون من المسؤول عن هذه التهديدات ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن التهديدات ولكن يعني الاستنتاج العام الذي يراه المراقبون هنا هو أن هذه التهديدات جاءت بشكل متزامن ما بين مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء ويبدو أنها كل هذه التهديدات صدرت من جهة واحدة ولكن ما هي هذه الجهة لا أحد يعلم حتى الآن طيب رامي في العرف الثقافة الأمريكية هل يعني الوقت ربما لم يصعف كثيرا لمعرفة هل كانت هناك أحداث وحوادث مشابهة أن تعرض مرشحون أو معينون من قبل إدارة قادمة في البيت الأبيض لمثل هذه التهديدات أم لا يعني هذه التهديدات بالمناسبة التهديدات من مجهولين بعض الرسائل التي تصل إلى بعض المسؤولين القضاء عند اشتعال أي نزاع قضائي حتى القضاء مثلا على سبيل المثال خلال الفترة الماضية خلال الفترة الماضية هذا العام والعام الماضي كان هناك قضاء كثيرون ومدعون عامون ينظرون في القضايا المتهم فيها ترامب على سبيل المثال وصلتهم بعض التهديدات أيضا ولكنها في النهاية تهديدات جوفاء لم تسفر عن شيء أو لم مثل هذه التهديدات أيضا التي وصلت لإدارة ترامب المستقبلية لا تسفر عن شيء عادة هذه التهديدات في الحقيقة يعني بهذه الكثافة وبهذا التزامن ربما هي المرة الأولى التي تصل إلى أعضاء إدارة مستقبلية حتى لم تتبين بعد سياستهم يعني ما الذي اعترض عليها هؤلاء المهددون في سياسة إدارة ترامب والتي لم نعرف ملامحها بشكل كامل ربما هناك بعض اختيارات لأسماء ربما هناك توجهات عامة من جانب ترامب اتجاه بعض القضايا الاجتماعية أو بعض القضايا الاقتصادية أو حتى القضايا الخارجية ولكن هل يستطيع أحد الفصل بسياسة محددة لترامب اتجاه قضية معينة وبناء عليه يعترض ويرسل هذا التهديد يعني الإدارة لم تستلم عملها بعد هي مازلت في الفترة الانتقالية لذلك لا أحد يعلم على وجه التحديد ما هي أسباب وما هي أهداف هذه التهديدات ولماذا في هذا التوقيت ولكن بالفعل الجميع يتعامل مع مثل هذه التهديدات بجدية شديدة رغم أنه لم يصفر عنها أي شيء ولكن يعني إجابة على سؤالك بالفعل هي ربما المرة الأولى التي تتعرض فيها إدارة مستقبلية أو أعضاء إدارة مستقبلية لمثل هذه التهديدات وقبل حتى أن تستلم الإدارة مقاليد السلطة في محاولة ربما لقرات أو فهم هذا المشهد ولأنك ألمحت عيد الرامي إلى فكرة أن هذه الإدارة القادمة هي إدارة مرتبطة برئيس المنتخب دونالد ترامب ومعروف طبعا للقاصي والداني توجهات ترامب في قضايا مختلفة سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي فهل يمكن أن نفهم هذه التهديدات ربما في هذا الإطار ارتباط هذه الإدارة برأس السلطة بترامب وبطبيعة الحال تواجهاته المتوقعة في المستقبل دعني ياسر يعني أقول لك أن هناك قراءات عديدة لمثل هذه التهديدات أو بمعنى أصح من المسؤول عن هذه التهديدات ولماذا يرسل هذه التهديدات لإدارة ترامب يعني إذا ما تناولنا القراءة الخارجية أولا مثلما زعمت فوكس نيوز أنها تهديدات خارجية فترامب لديه بالفعل سياسات متشددة تجاه أعدة دول تجاه إيران تجاه الصين تجاه كوريا الشمالية تجاه أمريكا الجنوب بعض الدول أمريكا الجنوبية مثل كوبا وفنزويلة لديه بالفعل توجهات مشددة وهذه التوجهات ربما يعني يدلل عليها اختياره لوزير خارجية في إدارته وهو مارك روبيو السيناتور مارك روبيو المعروف بتوجهاته المتشددة أيضا تجاه هذه الدول سريفة الذكر والذي يحسب على طيار الصقور هناك قراءات أخرى أيضا داخلية ترامب لديه تجاه متشدد جدا ضد الهجرة وربما هذا لم يفكر فيه أحد في الحقيقة ياسر هذه البلد ملأ بالمهاجرين غير الشرعيين هناك حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي الآن ينتظرون بين يوم وليلة أن يأتي ترامب ويقوم بترحيلهم ترامب هو عدوه من الأول الآن بالطبيعات الحارة بالضبط ياسر هؤلاء ترامب هو عدوه من الأول ألا تعتقد أنه يمكن لأحدهم نحن لا نتهم أحد ولكن فقط نحاول القراءة ألا يمكن لأحدهم بالفعل أن يفكر في إرسال مثل هذه التهديدات حتى يتراجع ترامب عن قراراته أو حتى يشعروا إدارته بأنهم تحت التهديد هذا عن المهاجرين هناك أشخاص آخرون كثر من الذين انتخبوا ربما كمال هارس أو الذين دعنا لنورد هارس في هذه المسألة ولكن دعنا نقول أنهم لم ينتخبوا دونالد ترامب أو لا يحبون دونالد ترامب أو يعتقدون أنه سيكون سببا للفوضى في بلادهم هؤلاء أيضا يمكن أن يرسلوا مثل هذه التهديدات إلى ترامب لمحاولة إبعاده أو إخافته أو إخافة أعضاء إدارته من تولي السلطة في البلاد في العشرين من يناير المقبل يعني ترامب ليس رجلا خال من الأعداء فهنا أعداءه كثر وفي أماكن كثيرة سواء داخل البلاد أو خارج البلاد هو يحظى بالفعل بتأييد كبير نجح في الانتخابات في كل الولايات المتأرجحة نجحا ساحقا ولكن في النهاية لا يخلو من الأعداء